اتهمت شركات تركية الصعودية بأنها تعرقل نقل بضائع من تركيا إلى المملكة العربية الصعودية مرجحة أن التوتر السياسي بين القوتين الإقليميتين ينتقل تذريجيا إلى مجال التجارة وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرك فقد دفعت هذه الادعاءة مسؤولا تركيا مطلعا على الموضوع إلى التحذير الخميس الماضي من أن أنقرة لا تستبعد تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية بذوره حذر أكبر خط حوية في العالم شركة مايرسك الدرماركية العملاء لديه من احتمال حدوث التراب ونقلت وكالة بلومبرك في تقرير نشرته الجمع أن الوكيل التركي لشركة مايرسك قال في رسالة إلكترونية بعثها في 29 سبتمبر الماضي أن البضائع المتجهة من تركيا إلى الموانئ الصعودية ستخدع لحظر محتمل على الواردات أو إبطاء المرور الجمركي وفي هذا السياق قال مالك شركة غولسل للنقلة اللوجستية التي يقع مقرها بالقرب من حدود تركيا مع سوريا كمال غول إنه تم منع مرور البضائع المنقولة عبر البر وأضف غولح حسب الوكالة أن الجائحة أعطت السلطات الصعودية ذريعة لتقييد وصول البضائع التركية وتابع لم نواجه مثل هذه المشاكل مع إيرانا والعراق ويبدو لأنهم سيعيقون النقل البحري الآن وذكر غول الذي يعتبر أيضا عضو في مجلس إدارة جمعية نقل وطنية تركية لأنه يتلقى الشكاوى متكررة حول هذه القضية من شركة اللوجستية أخرى لكن مركز الاتصالات الدولية التابعة للحكومة السعودية قال إن السلطات المسؤولة في المملكة لم تفرض أي قيود على البضائع التركية وأن التجارة الثنائية بين السعودية وتركيا لم تشهد أي انخفاض ملموسة وتحتل السعودية المركز الخامس عشر في قائمة أكبر أسواق الصادرات التركية حيث بلغت مبيعاته التي تتصدرها السجاد والمنسوجات والكيموية والحبوب والأثاث والصلب 1.91 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري وهذا يمثل انخفاضا بنسبة 17% عام 2019 رغم أن بعض هذا الانخفاض يعز إلى وباء كورونا الذي ضربت تجارة العالمية وتعليق على هذا الموضوع قال منذران الشيخ مباركة تركيا أقل وأحقر من أن تحذر الخبر يقول أنهم سيصيحون عند منظمة التجارة العالمية وبالقرب من من يصيح منذ أربع سنوات ولم يلتفت له أحد لذا نعيد يا أردوغان ما قلناه منذ الأمس اخرص يا أردوغان فيما قال مغرد سعودي المصالح المشتركة والتجارة البينية بين الدول تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شون الداخلية فإذا لم يتوفر هذا الشرط هو شرط قانوني تؤكده العرف والعهود والمواثق الدولية فإن العقود تختل وتضطرب من الصعب الاستمرار فيها لأنها فقدت شرطا أساسيا شرطا أخلاقيا يتعذر في ذله حماية المصالح بما قال سامي الجهدي تركيا حاليا تشهد إفلس العديد من الشركات والعالجيب حثوان أسباب يعلقوا عليها فجل والذريعة وسنسمع منها أنه محارب من الجميع وأن الجميع يتربص ببلاده القطاع البنكي مهدد بالانكشاف وسعر الأسهم في تظهر بالأمس شركة أطلس جيت للطيران على تفلتها والعديد من الشركات ستلحق بها قريبا فيما قال أبو غسن طالما وصل إلى ما وصل إليه بحماقته لم يبقى لديهم ما يستمع إليه وإلا لو أن لديه ضرة عقل منذ استخفوا به مهابل وقطر وكل ما يقوم به من استفزاز لم يبادله قادة هذه الدول جزءا مما يمارسه لعله يفوق من سكرته فإذا به تايمور لانك الجديدة إذا لم نعد يهمنا صراخك أيها الصغيرة فيما قال الحرب على نفس أجنة براق شاردوغانا بحماقته لم يدع لدولته صديق مصاب بداء العظم بعد أنه أهم هو الإخوانج الإرهابيين بذلك فأخذ يهديه هنا وهناك جالبا لدولته عذوة كل دول العالم باستثناء دولة الإرهاب المجلسية ودولة العمالة والخزي قطر لذلك يجب على العقلاء من الشعب التركي التخلص من هذا الأحمق